السلام عليكم أهلا بكم من جديد على قناتي English How with Camel في هذا الفيديو سنقوم بشرح أحد الأزمن المهمة في اللغة الإنجليزية وهو زمن The Past Perfect الماضي التام لفهم هذا الزمن يجب معرفة The Form التكوين و Usage استعمال هذا الزمن نبدأ بتكوين The Past Perfect في الصياغ الثلاث لتكوين الماضي التام نضع الفعل أولاً بعد ذلك نضيف الفعل المساعد بعدها نضع الفعل الرئيسي في التصريف الثالث للفعل وهذا هو تصريف هذا الزمن في صيغة Affirmative Form أما بالنسبة ل Negative Form أو صيغة النفي فتقول القاعدة لتكوين النفي في زمن الماضي التام نضع كلمة Not بعد الفعل المساعد ثم نضع الفعل الرئيسي في التصريف الثالث للفعل وهذا هو تصريف هذا الزمن في صيغة النفي أما بخصوص Interrogative Form أو صيغة الاستفهام فهذه هي القاعدة لتكوين الاستفهام في زمن الماضي التام نضع أولاً الفعل المساعد بعد ذلك الفعل زائد الفعل في تصريف الثالث للفعل وهذا هو تصريف هذا الزمن في صيغة الاستفهام بعد معرفة كيف يتكوين زمن Past Perfect يبقى السؤال المطروح هو What is the Past Participle ما هو التصريف الثالث للفعل لمعرفة ذلك يجب على متعلمي اللغة الإنجليزية إدرك أن هناك مجموعتين من الأفعال Regular Verbs أفعال منتظمة و Irregular Verbs أفعال غير منتظمة أو أفعال شادة لنبدأ بشرح Regular Verbs أو الأفعال المتظمة Regular Verbs are those verbs to which we add ED, D, or IED to form the Past Participle الأفعال المتظمة هي تلك الأفعال التي نضيف إليها ED أو D أو IED لتكوين التصريف الثالث للفعل لتكوين التصريف الثالث للفعل نضيفه ED إلى أغلب الأفعال المتظمة إذن كما جاء في القاعدة فأغلب الأفعال المتظمة يتم تكوين تصريفها الثالث بإضافة ED مثال Accept Simple Past أو الماضي البسيط Accepted Past Participle أو التصريف الثالث Accepted كما تلاحظون فالتصريف الثالث هو نفسه في الماضي البسيط مثال آخر Act acted acted Answer answered answered Ask asked asked Call cold cold clean cleaned cleaned Finish finished finished Start started 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 wait waited waited If the regular verb ends in E, we just add D to form the past participle. إذا انتهى الفعل المنتظم بE, فإنا نضيف فقط D لتكوين التصريف الثالث للفعل. متال arrive arrived 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 baked 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 close closed closed change changed changed die died died hate hated hated invite invited invited for some verbs that end in Y and preceded by a consonant, we change Y to I before adding ED. بالنسبة لبعض الأفعال التي تنتهي بحرف Y مسبوقة بحرف ساكن، فنقوم بتغيير Y إلى I قبل إضافة ED. وبالنسبة لكونسننتس أو الأحرف الساكنة فهي 21، وهي كالتالي، لنقرأ الأفعال التالية باري، باريد، 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 كما تلاحظون ففعل باري ينتهي بحرف Y، لكنه مسبوق بحرف ساكن، وهو حرف R، ولتحويله إلى past participle، نقوم بتغيير Y إلى I، ثم بعد ذلك نضيف ED. مثال آخر؟ carry classify cry deny dry for some verbs that end in y and preceded by a vowel, we only add ed بالنسبة لبعض الأفعال التي تنتهي ب-Y مسبوقة بحرف متحرك فنقوم بإضافة-ED فقط وكما تعلمون ف-thous أو الأحرف متحركة هي خمسة لنقرأ هذه الأفعال annoyed كما ترون ففعل-annoy ينتهي بحرف-Y لكنه مسبوك بحرف متحرك وهو-O ففي هذه الحالة نقوم بإضافة-ED لتكوين التصريف الثالث للفعل بتال آخر ننتقل الآن إلى المجموعة الثانية من الأفعال وتسمى Irregular verbs الأفعال الشادة Irregular verbs are those verbs to which we don't add-ED to form the past participle These verbs don't follow a specific conjugation rule Learners need to memorize them الأفعال الشادة هي تلك الأفعال التي لا نضيف إليها-ED أو-D أو-I-E-D لتكوين التصريف الثالث للفعل هذه الأفعال لا تتبع قاعدة تصريف معينة يحتاج المتعلمون إلى حفظها بعض الأفعال الشادة لا تتغير في التصريف الثالث للفعل متال Burst Simple past Burst Past participle Burst Cost 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 Cut 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 Hit 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 HURT 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 معظم الأفعال الشادة لها تكوين مختلف في التصريف الثالث للفعل مثل بن خوب الأفعال الشادة أمور البحيات بعد أن تعرفنا على كيفية تكوين زمن الماضي التام ننتقل الآن إلى استعمالات هذا الزمن نستعمل الماضي التام للحديث عن فعل وقع قبل فعل آخر في الماضي أو قبل وقت محدد في الماضي نستعمل الماضي التام مع الفعل الذي وقع أولا نستعمل الماضي البسيط مع الفعل الذي وقع تانيا كما رأيتم فزمن الماضي التام هو زمن يدل على أن فعل أو حدث وقع قبل فعل آخر في الماضي أو وقت محدد في الماضي ولقد بيّنت ذلك في الخط الزمني في أسفل الشاشة حيث لدينا فعلين الأول تم تصرفه في الماضي التام وهو الذي وقع أولا وزمن ثاني هو simple past وهو الذي وقع تانيا وكما تعلمون فلكل زمن عبارته الزمنية الخاصة به لننظر إلى أبرز هذه العبارات الزمنية والعبارة الزمنية الأولى هي when وتعني عندما أو حينما وبالنسبة للزمن الذي يأتي وراءها هو زمن simple past لدينا عبارة أخرى نستعملها مع زمن simple past وهي before وتعني قبل آخر عبارة زمنية تستعمل مع simple past أو الماضي البسيط هي by the time وتعني في الوقت الذي أما بالنسبة لpast perfect أو الماضي التام فيكون مسبوقا بعبارتي after وتعني بعد و already وتعني سابقا لننظر إلى المثال الأول I had washed my hands before I ate my lunch كنت قد غسلت يدي قبل أن أتناول غذائي كما ترون فهذه الجملة تحتوي على فعلين الفعل الأول وهو had washed وتعني كنت قد غسلت والفعل الثاني هو ate وتعني تناول بالنسبة للتسلسل الزمني للفعلين فالفعل الذي وقع أولا هو had washed لهذا تم تصرفه في زمن الماضي التام والفعل الذي وقع تانيا وهو ate وتم تصرفه في زمن الماضي البسيط يمكننا أيضا استعمال نفس المثال لكن مع عبارة زمنية أخر After I had washed my hands I ate my lunch بعد أن غسلت يدي تناولت غذائي مثال آخر The class had started before I arrived When I studied French I had already passed an English test By the time I got up my mother had already made breakfast Before I ate my breakfast I had already taken a bath I went to bed after I had done my homework I had already washed my cup of coffee before I arrived at work نأتي الآن إلى نهاية هذا الدرس إذا أعجبكم الفيديو يمكنكم الضغط على زر like وكتاب التعليق ومشاركته مع أصدقائكم لتعم الفائدة لن تنسوا أيضا اشترك في القناة ليصلكم كل جديد شكرا على المتابعة أراكم قريبا إن شاء الله